دعوة الصائم لا ترد كما جاء عند أحمد وفي رواية عند فطره وفي رواية مطلقة دعوة الصائم ادعو أنت صائم ادعو لنفسك ادعو لوالديك ادعو لأولادك ادعو لزوجك ادعو للمسلمين ادعو لأئمة المسلمين بالصلاة ادعو لله تبارك ولعل الله جل وعلا أن يجعل الفتحة على هذه الأمة على يديك في دعاء دعوت به مخلصا لله تبارك وتعالى صادقا فيه فاستجاب الله دعائك جل وعلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره يدعو الله تبارك وتعالى ويقول ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله تعالى وهذا الحديث حسن ان شاء الله تعالى المهم قله او قل غيره استثمر هذه الاوقات لا تفوتنك الدعاء في مثل هذا الوقت